كيف أدفع الكوابيس والأحلام المزعجة عني يشكو بعض الناس مما يسمى الكوابيس يرون المنامات المزعجة ويشعرون بالثقل الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوذ المتعوذون بمثلهما النصيحة أول ما يطلع الصبح تقرأ المعوذتين وبعد كل صلاة مفروضة تقرأ المعوذتين وعند دخول المغرب تقرأ المعوذتين وعند دخول المغرب أيضا تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة البقرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه فهذه حافظوا عليها بإذن الله تكونون محفوظين وعند النوم يقرأ الشخص سورة الكافرون كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولدفع هذه التي تسمى الكوابيس المنامات المزعجة يقرأ عند النوم أيضا آية الكرسي فإنه بإذن الله يحفظ من هذا اشتركوا في القناة 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 ما قال الرسول بنيتك أنت نويت الصلاة انتهى الله تقبل منك لا الله لا يتقبل العمل لمجرد الإتيان بصورته إلا أن يكون موافقا للشريعة في دين الله لا يكون العمل مقبولا لمجرد الإتيان بصورته إلا أن يكون موافقا للشريعة فلما قال الثالثة للرسول يا رسول الله أنا لا أحسن إلا هذا في المرة الثالثة قال يا رسول الله أنا لا أحسن إلا هذا ما قال له الرسول صحت صلاتك بنيتك لا قال له إذا أردت الصلاة وعلمه كيف كبر إنوي الصلاة وكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اعتدل حتى تطمئن معتدلا ثم اسجد إلى آخر الصلاة علمه الرسول كيف الصلاة والرسول هو الذي قال إنما الأعمال بالنيات ليس معناه أن العمل الفاسد يصير صحيحا مقبولا بالنية لا إنما الأعمال بالنيات معناه العمل الذي من شأنه يتقرب به إلى الله لا يكون مقبولا إلا بالنية الصلاة لا تكون صحيحة ومقبولة إلا بالنية والصوم كذلك والزكاة كذلك هذا معنى حديث إنما الأعمال بالنيات ليس معناه الفاسد إذا نويت به صار صحيحا أو صار مقبولا لا هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه يضعون حديث الرسول في غير محله لذلك قال الرسول رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش قال بعض أهل اللغة رب تأتي للتكثير كثيرا معناه كثير من القائمين ليس لهم إلا التعب لأن عملهم لا يوافق الشريعة أو يكون هذا الشخص والعياذ بالله على الكفر وهو لا يشعر كثير من من يدعون الإسلام يشتمون الخالق إذا غضبوا يشتمون الله ينسبون إلى الله الظلم هذا كفر أو العجز أو الجهل أو الصورة أو الشكل أو يقولون عن الله جالس أو قاعد أو مستقر أو يسكن السماء أو منتشر كالهواء في كل مكان كل هذا من فساد الاعتقاد ومن فساد القول من كان على هذا القول الفاسد أو على هذه العقيدة الفاسدة لا تصح صلاته ولا يقبل منه أي عمل أو يكون هذا الشخص كما شرحت لا يعرف كيف تؤدى الصلاة يأتي بصورة الصلاة فيكون أتعب نفسه بالقيام صورة وليس له شيء فتعلموا إذا أردتم أن يقبل عملكم تعلموا لكن ممن ليس من الإنترنت ليس من التلفزيون من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة قال الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم بعض الناس يستمعون إلى الأبراج ما يسمى الأبراج يعني لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلم الغيب كله إلا الله الله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة إذا إنسان أتى العراف هذا الذي يخبر عن الأمور الماضية من سرق لي كذا من كاد لي من فعل كذا يخبر يسأل عن هذا ويخبر والعياذ بالله فهذا الذي يأتيه ويسأله عن شيء مدة أربعين يوما صلاته بلا ثواب يعني يسقط عنه الفرض إن أداها صحيحة لكن بلا ثواب والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من سحر أو سحر له عمل السحر أو طلب أن يعمل له السحر أو تكهن أو تكهن له أتى الكاهن الذي يخبر عن الأمور المستقبلة قال ليس منا يعني ليس على نهجنا ليس على طريقتنا ومعصيته كبيرة فإذا إنسان كان يقرأ هذه التي تسمى الأبراج لكن لا يتأثر بالمرة إنما مجرد أنه يمر نظره بلا تأثر ليس عليه معصية لكن الحرام إذا كان يعتقد هذا صوابا يعتقد به أنه كما يقولون هؤلاء كذابون لو كانوا يعلمون لستكثروا الخير لأنفسهم وتجنبوا الضرر وهم ليسوا كذلك الإنسان الذي يريد التوبة كيف يتوب يقلع عن المعصية ويعزم على أن لا يعود لمثلها يعني يصمم في قلبه أن لا يعود لهذه المعصية ويندم على فعلها الندم توبة هو ركن التوبة يندم يعني يقول في قلبه يا ليتني ما فعلت ذلك وإن كانت هذه المعصية ترك فرض قضاه أو فيها تبع لآدمي يستسمح هذا الآدمي أو فيها حق لآدمي يعطيه حقه لهذا الآدمي حتى تتم له التوبة التوبة ليس معناها أن يقول بلسانه أستغفر الله لا التوبة معناها أن يأتي بهذه الشروط يندم يعزم على عدم العود في قلبه يصمم أنه لا يعود لهذا يقلع عن المعصية إن كان فيها ترك فرض يؤدي هذا الفرض يقضي هذا الفرض إن كان فيها تبع لآدمي يسترضي هذا الآدمي له حق عليه يعطيه حقه هكذا تكون التوبة الاستخارة دعاء علمه الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة فكانوا إذا أرادوا أن يقدموا على شيء يعملون الاستخارة يصلي الشخص ركعتين سنة الاستخارة ثم يدعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يذكر هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان وردني به هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم متى يفعل الشخص هذه الاستخارة ليس إذا كان يريد أن يعمل واجبا فرضا لا معنى الاستخارة طلب تيسير أحد الأمرين المباحين يريد سفرا مثلا يريد زواجا مثلا فيعمل الاستخارة ليس معناه أنه لابد أن يرى مناما لابد أن يرى رؤيا لا يعمل الاستخارة ثم يمضي في الأمر يعمل الاستخارة ثم يمضي في هذا الأمر هكذا هذا الشأن في عمل الاستخارة فمن أراد أن يقدم على نحو سفر وهذا السفر ليس سفرا واجبا ليس يسافر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب للدعوة إلى الله لا يريد أن يعمل سفرا مباحا فيعمل هذه الاستخارة ولا يكون إلا ما قدر الله هل الذهب الذي تلبسه المرأة كحلي هل فيه زكاة؟ اختلف الفقهاء أبو حنيفة قال حلي الذهب الذي تلبسه المرأة تتحلى به فيه زكاة قولا واحدا الشافعي رضي الله عنه له قولا على قول فيه زكاة وعلى قول لا يجب عليها أن تزكيه والأحسن أن تزكيه خروجا من الخلاف يعني من كان عندها مقدار النصاب من حلي الذهب الأحسن أن تخرج زكاة هذا الذهب في كل سنة كلما مضى حول وهذا نماء من حيث المعنى ما نقص مال من صدقة من حيث المعنى هذا نماء لأنه يكسبها هذا الأجر والثواب عند الله تعالى إذا الشخص كان يحمل التاليفون الهاتف وظهرت آيات القرآن وصار يقرأ هذا ليس كحمل المصحف يعني لا يلزمه أن يكون على طهارة أما من أراد أن يحمل المصحف يلزمه أن يكون على طهارة هذا ليس مثله لأن هذا ليس كالحقيقة ليس كالحبر المنطبع هذا مثل الخيال لذلك لا يلزمه أن يكون على طهارة يعني يجوز للمحدث أن يحمل التاليفون وقد ظهرت بهذه الأشكال التي تظهر على التاليفون آيات قرآنية وأن يقرأ إن كان محدثا حدثا أصغر أن يقرأ بلسانه وله ثواب على هذه القراءة إن كانت قراءة صحيحة موافقة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء في يوم الجمعة يستجاب في ساعة في وقت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في يوم الجمعة ساعة أي وقت من كان فيها قائما بالدعاء يستجاب دعائه بعض العلماء قالوا هذا الوقت هو بعد دخول العصر في آخر نهار الجمعة قبل المغرب في هذا الوقت يعني قبل الغروب بدقائق يمكن نحو عشر دقائق أو نحو ذلك يستجاب الدعاء فأكثر من الدعاء في هذا الوقت في آخر نهار الجمعة بعد العصر قبل غروب الشمس وادعوا الله لنا معكم بارك الله فيكم وفقهكم الله في الدين والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر